وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بتطوان مأدبة غداء أقامها رئيس الحكومة وحضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين ومستشار جلالة الملك وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئة الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسية المعتمد بالمغرب وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية